أضحت لافتة مكافحة الإرهاب الطريق الأقصر لأصحاب المشاريع الميليشيوية لتنفيذ أجنداتهم بالأمس رفع الحوثي لافتة القاعدة ومكافحة الإرهاب وكانت نتيجة إسقاط الدولة وإدخال البلد في أتون حرب إقليمية مدمرة واليوم تقول الإمارات إنها تكافح الإرهاب في اليمن لنرى انقلابا ثانيا في عدن وإسقاطا لمؤسسات الدولة في يد ميليشيا متمردة تحت اسم المجلس الانتقالي الجنوبي وإلى المجتمع الدولي أتوجه برسالة فأقول إن تحرير مدينة المكلة من قفضة التنظيم القاعدة يعتبر نصرا استراتيجيا منذ تدخلها العسكري في اليمن مطلع 2015 وقدوم جنودها وضباطها إلى الأرض اليمنية تحاول الإمارات إقناع العالم بأنها تكافح الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن فهل تكافح الإمارات الإرهاب فعلا في اليمن؟ بنظرة سريعة على دور الإمارات العسكري في حرب اليمن يظهر أن ما تفعله أبو ضب هو دعم الإرهاب فكتائب أبو العباس وقائدها عاد الفارع الموضوع على قوائم الإرهاب الأمريكية يستلمون رواتبهم وعتادهم العسكرية من الإمارات أما في جنوب وشرق البلاد فقد تحدثت تقارير دولية عن صفقة مشبوهة تمت في 2016 بين أبو ضب وتنظيم القاعدة انسحب على إثرها الأخير من محافظتي المكلة وأبيان واليوم تقول المعلومات الميدانية إن عناصر إرهابية أصبحت قيادات في قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات من بينهم القيادي عبداللطيف السيد والقيادي إمام النوبي وغيرهم من العناصر والجماعات التي باتت أبواب أبو ضب وخزائنها مفتوحة لهم على مصراعيها من يكافح من؟ وما هي أهداف الإمارات من الدعاء محاربة الإرهاب وتمويله في ذات الوقت؟ بيان الحكومة الأخير استنكر وصف الإمارة لقوات الجيش الوطني بالقوات الإرهابية وقال إن المساس بالجيش ووحدة اليمن والإرهاب بعينه وليس جهود الحكومة في بسط نفوذها على كامل التراب الوطني في الأروقة الدولية تقدم الإمارات والسعودية نفسيهما كمحاربتين للإرهاب في اليمن غير أنهما في ذات الوقت تعملان على إضعاف القوة العسكرية للجيش والمؤسسات الرسمية وإخلاء المجال للميليشيات والجماعات المتطرفة لتحقيق أهدافهما على الأرض اليمنية